يعني ترتيب المهاجبين كان ايه؟ مصطفى رقم واحد طوال واثنين وثلاثة؟ ما كانش عندنا اثنين وثلاثة يعني كان كهرباء أو كوكة يعني انت داخل بدون بلان؟ يعني انت داخل حسب الظروف؟ الكورة ما فيهاش بلان يعني الكورة نفسها ما فيهاش بلان يعني الناس اللي بتقعد تطلع تتكلم في التلفزيون وتقعد تقولك التاكتك والبلان التاكتك أساساً ما بيمثلش أي حاجة في الكورة إلا نسبة 10% تمام بس غير كده يعني أي حد يقعد يقولك أصليحنا الشكل بتاع 4-3-3 والشكل بتاع 5-3-1 مفيش كده في الكورة طيب دايماً عرف نحنا كجمهور قاعد على في الريسيبشن على الأنتري اتفرج على الماتش اما بينزل لعيب آخر 3 دقايق فيه ضربات جزاء يبقى الراجل ده أول واحد هيشوت هيشوتها طوال لا مش هيشوته خلاص ده من ضمن بلاش أول واحد من ضمن الخمسة الأولانية صح صح طبع لا ده الراجل مش هاتفل خالص ماشي هتنزل يتضروه في الملعب يعني هتنزل يتضروه في الملعب أبو جبل اللي خد ضربة الجزاء والكورة يشوتها ولا مهند المرضاش لا مهند مرضيش مهند مرضيش أه مهند ألمش هيشوت ألمش هيشوت أه ألمش هيشوت طب ما كان هيشوت أه دي المشكلة بقى أنت كده كده يا مهند لقوا جبل جاب هتشوت هتشوت فنسبة أن أنت تضيع وجبل يضيع كم وكم يعني خش وضيع بالزبط برافع ليه بس تحمل المسئولية خش وضيع فاهم ما فيش مشكلة أنت خايف من حدث ما حصل عدى زمان وتأثرت بيه والناس كلها تأثرت بيه على فكرة الموضوع ده يدرس طبعا موضوع مهند ده طبعا يدرس للمديرين الفنيين درس كبير جدا أن أنت لازم يكون المدير الفني يقعد مع اللعيب ويتكلم معاه خاصة أن كان عنده وقعة قبل كده لا ده في المصحة في ايه في المصحة يعني ايه يعني أنا مش دكتور نفساني أنا راجل مدرب بس فيه مواقف عدد لا لا أنا راجل مدرب أنا معندش وقت بس الراجل ده ضيع في نهاية أفوك أنا معندش وقت ولا رفاهية أن أنا أقعد أتكلم مع مهيب أنا أقعد أقعد أقيد بكل واحد ضيع بنالتي عشان أقعد أتكلم معاه أه ما فيش عايز أسمعك كده طبعا يعني سمعت الكلام ده قبل كده بس أنا لافت نظري هو واخد الأمور بطريقة ببساطة شديدة جدا أنا بيقول كلام شديد الخطورة الخطورة السلبية وتخليه خش في صورة سلبية عند الناس أولا فكرة أن التاك تكملوش قيمة اللي بنسبة 10% متروحوا تشتغلوا ليه لا لا أنا أسألك سؤال يعني أنت لما تكون كسبان وعايش تدعم منطقة يعني حنضغط من نص ملعبنا وعمل كسافة ودافع هو ده تاكتك ولا إيه يعني ولا سحيب الليلة باش مونتس إدارة الجيم كله تاكتك لا يعني أنا بديله مسأل مباشر قوي وسهل قوي مش هعمل زي الناس اللي انطقة الحررية بتاع اللي هو ما عندهش وقت هو ما عندهش وقت وبعدين الحاجة التانية هو أنا لما كون بنزل واحد آخر دقيقة ونص هو أنا بنزله ليه يعني أنت يا ابني نازل لا هي مسحات ولا عزة دكتور يا كابتن أيمان جاهز يا مهند إنك إنت تشوت ضربات جزاء عشان لو قالك لأ اعفيني نازل واحد تاني إنما أنت هو أنا فضيله هو أنا نقصه هو أنا مسحة مسحة ودكتور نفسي ما فيش مانع أن يبقى فيه دكتور نفسي بس الدكتور نفسي حيغير ولا حيقوله يشوت ضربات جزاء أنت نفسك كان لازم تستشعر منه هو جاهز نفسيا يشوت ضربات جزاء أو لا سؤال يقوله أنا مش فاضي مش فاضي تسأل سؤال واحد نازل مدة دقيقة ونص هو نازل دقيقة ونص ده نازل يقلب المباراة ولا نازل يشوت ضربات جزاء ففكرة إنه مستنكر قوي وبعدين السخرية بقى هو أنا فاضي هو إحنا فاضي أنا أنا قعد نتكلم أنزل أضربه يعني أنت متخيل يعني إن الناس بتلومك عشان أنت منزلتش تضربه هي الناس مستغربة بس لما راجل ده مش نازل يشوت ضربات جزاء نازل ليه ودي مسؤوليتك مؤكد أنت بالذات لأن أنت اللي بتعرف تتكلم مصري لما فيتوريا أقول لك خلي مهند يشوت يا مهند جاهز وهلنقول الراجل إيه يا مستر فيتوريا هو خايف وفيتوريا أقول لك لا ينزل بقت مسؤوليته بس يعمل دورك لذلك أنت بتقول لي أنا بقول له أنت شايف دورك إيه شايف دورك أنك ما تتكلمش في التاكتك أن التاكتك مالوش لازمة أن الناحة المعنوية مالوش لازمة أن المعلومة اللعيب جاهز يشوت ضربة جزاء ولا لا مالوش لازمة أنك إنت مش دورك تضرب اللعيب عشان ما شادش ضربة جزاء كلها مفاهيم تقودنا أنت جاية تشتغل إيه أنت جاية تشتغل إيه هي دي خلاصيتها على فكرة بص يا جماعة الكونسبت ده أصلا كارثة أنه يبقى فيه مفهوم في فهم لدى مدرب أول حاجة أنه شغلانته مالهاش لازمة ونبي عايزة وضح بس حاجة هذا ليس استياداً وهجوماً على كابتن آيمن لكن إحنا بنتكلم على دور مدرب المساعد وكان ينبغي إدراك هو بيفكر إزاي في الأزمات يعني أنا بتكلم عشان اللي جاي خلاص اللي راح الكابتن آيمن شاف نساعة الأزمة أو ضربات الجزاء أو محسى المشكلة أو إيه مش دورنا وبتحاسبون إيه عشان إحنا زمالكوية لو أنت لو أنت في الأول لسا شعرت ده كنت حتصمم أن ييجي طب نعتبر واحد أهلاوي لو فكر بالطريقة دي كنت تصمم تجيب كن حنالله غلط طيب بالإضافة يعني كارثة التلوين اللي حصلت إنما الحقيقة المصيبة الكبيرة إنه كابتن حازم إمام لما حطت كابتن آيمن عبد عزيز كان بترجط إنه يتعلم وقال إنه أصدنا نحط عنصر مدرب مصري واعد يتعلم طيب أنت بصدد حد تقييمه للشغلانة إنه دوره فيها ما يزيتش عن 10% التسعين في المئة بتعمله إيه بقى؟ عايز أعرف في 10% من الشغلانة قاية مع التاكتك أنتوا طلعتوا إنه جورديولا وكل وموريني وكل عظماء التدريب في العالم ما لهمش لازمة لأن دورهم كله في التاكتك زي ما أنت بتقول عشرة خدوا بالكم أنت بتتكلموا على لعب عمدوا تجربة احتراف في الخارج ما بنتكلمش على حد في نادو صغير فدي المصيبة إنه يبقى فيه فه لدور المدرب بهذا الشكل هو ده من الأول يا أستاذ غريبي اللي بتكلم فيه طيب خلينا أكمل لك بقية الجزئية دي فأنت عشرة في المية دي كارسة رقم اتنين طيب أنت تاكتك ملوش لازمة وملوش تأثير التحضير للمباراة مسئولية مين لو فيه تحضير بلاش يا سيدي التحضير إنه أنت مهند لاشين آخر مرتين شات ضربات جازات ضياحهم ضيع ضربة مع المنتخب وضيع ضربة مع بيرامينز يعني أنا لو محضر مباراة بتتلعب إقصائية في احتمال للوصول لرقلات الترجيح أنا مسئوليتي أقدم للراجل اللي أنا جاي أساعده آدي موقف اللاعبة اللي موجودة في تزيد ضربات الجزاء آدي الهيستوري بتاعهم مين بيضيعه ومين بيشوته ومين عنده إيه ومين راجل الخواجة لما ييجي في الوقت الإضافي المتأخر يسحب أعتقد النن تقريبا يعني اللي تسحب كان مؤهل إنه شوت ضربة جزاء ويدخل واحد مرعوب يشوت ضربة الجزاء ورافض يشوتها ورافض يشوت لأنه عنده بادي هستوري عنده تاريخ سيء جدا معاها خايف وين المسئولية؟ خايف مش عايزة تحمل مسئولية قلشت معاها مرتين يعني المدرب المساعد في الجهاز ما عندهش المعلومة دي سيد زفرين بالعكس ده راجل أمين مع نفسه مع المدرب مش مؤهل النجوط أنا مش جاهز نفسيا بس ضبط هو صادق مش متهور إنت اللي بتحرقه تخيل إن أنت كمدرب مساعد في الجهاز دي أبسط معلومة كنت توفرها للراجل أنت متعالي عليها وتقول هعمله إيه أدخله وأديله ألمين لا لا تديله ألمين ولا أديلك أنت كان المفروض تكون عندك المعلومة الاستباقية اللي ما تحطش الراجل المدرب في المأزق ده ثم إنه فكرة طيب يا أستاذ إفراهيم فكرة المصاحة النفسية عشان يح طبعا إيه المصاحة النفسية؟ يعني لدور نفسي أنت مؤمن بيه ولدور تكتيكي أنت مقدره ولا تحضير للمباراة أنت عامله طب الكابتل حازم إمام كان عامل كده ليه؟ رأيانا ممكن يتلون آه عشان إحنا أهلوي هل الزميل إفراهيم عبد الجواد وهو مش أهلوي ده راجل زمي